بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم أنا سيركول كيفما العادة في فيديو جديد مباراة ترجمة التونسي لحن المصري بيانسور نعيشه نوعا ما في نوعية من الضغط اللي تخليك من شيرة تقول زعمه مباراة فهيب تعداد كيفما يلزم ولا زعم مباراة فهيب مشات كيفما يلزم بيانسور السؤالة فيما نجمه نسألوه ألا ما نتفرجه في مباراة ليب على خطر سيغل بلان أوفنسيف بالنسبة الكاردوزو ما شفناهوش بالنسبة 90% بيانسور بخلفك الكورة هاي فيك اللي كانت من وراء المدافعين وكانت من وراء وقتها ليصابها متعالي معلول وقتها عسامة قا تلبش انو يلعب مشيرة ليصار شيرت علي معلول ايضونك التوزيع عفيك كما نغزمون الكورة ما دخلتش في دقيقة الخامس بيانسور كيفما قالوا النس الكل بلي كانت بيش تكون مباراة أخرى ومنظر آخر وحتى مو حتى كيفما قلون احنا بلان اخر بالنسبة للأهلي وبلان اخر بيانسور حتى الاسبرانس ايضونك نرقاو روي احنا باللي كاردوزو نجح ولا ما نجحش في الفكرة وفي البلان اللي حطو بنسبة الرادسو بنسبة المباراة الياب من نجمو نحكمو عليه يلا بيانسور ما نتفرجو في مباراة نهار السبت ايضا هو اللي نس الكل تحكي فيه منشيرة انقسامية كيما نقولو نحنا عباد مقسمة من الصفحات المصرية من البلاغات من القنوات مثل السبون لها من غير ما حتى نقعتهم السنة وفعلتهم عن نهار السبت بشترع في جمهورة بشترع في مرتاحة نتيجة متاحة ناجمة حتى تكون 2-0-3-0 هذا هو الحديث ايضا ما نعرف شانا الكلمة فيية قال كيف كيف زادا منشيرة اخرى جي تشوف اللي فما عبيدنا وعالمية تفهم جي تقولك بل ترجرة فيتنصيرها هي قادرة على بربين لها اللي في بنتو يصبح البونتو راهوزوز البلو برانسيبا اللي هي مقبلة شفيرادس وهو اللي يخدم معلي وهو اللي يحب كاردوزو على خاطر بالنسبة لأينا اللي نعرفه باللي مدام ترجرة مقبلة شفيرادس هوا المطلوب البونتو كان موجود معناه يلزم يكون موجود بالنسبة 50-60% حتى بشمشي تلعب في مصر تكون أرتاح اللي انتك مركة بونتو ومن شيرة أخرى كي مجيش البونتو كي قاعد تلعب كيكا وخفت من الترانزيسيون خفت من الترانزيسيون خفت من الترانزيسيون خفت من الكاليتي دو باسي صرعو الرابيديتي والفتاسم بتعلى الجوار بتعلى هالي صرعو في الترانزيسيون حقا كي صرعو نرمال انك تعد تسعين دقيقة ومباراة كيكا باش تكون بيانسور ممتازة بالنسبة للدفاع بتع تراجي ولا حتى للبلوك اللي قام بالرول اللي طلب منه كردوزو صرتو بيانسور اللي اندك تبدأ تلعب في مصر على الاقل ترقى روحك اللي اي بونتو تنجم تمركي روبشي وليلك زوز يعني حتى لو كان قدرت انك تمركي جزوز ترقى روحك رابح اكفر مليء انك تلعب في مصر تلعب سمحوني في رادسو تمركي البونتو بتاعك وتخرج أنا زيرو دونك واضح بالنسبة للمدرب بتاع الهلي بالنسبة للمجموعة بالنسبة للمجموعة بالنسبة للمجموعة اللي انتي كيبش مشي للمصر مش مشي تسكر كيبش مشي تسكر ومعا الاهلي بينصور مش مش ترحمك ومش تخليك في اقل غلطة ولا في اقل ترنزيسور مش بتقوم بي صرتو من تنجم تقلب عليك اللعبة صرتو متقمساش خصائم البطلة اللي تنجم متكون في اي دقيقة بالمبارات انها تسجل عليك نرقوه روح نفست نوعا ما ميزين منشيرة كان تيقف منشيرة البونتو وتقول البونتو تريز امبورتان يصرتو يخليك مرتاح ترقى روحك اللي انتي باركزمبل في القارة بش تعيش بغت اكبر بغت اللي انتي تنجم تعيش ووقت تكون نوعا ما متعادل يصرتو تحاول انك تستغل الفغارات تحاول انك تستغل اقل سباس بش تقوم بها لهلي يصرتو في الهجوم يصرتو في الهجوم خطر نزام نوعا ما لهالي تولي اذا كان مرقا تشحل في الدفاع بتاع التراجي نوعا ما بش تولي تخمم وتخاف ونوعا ما بش تقوم باحتياطاتها الدفاعية بيانسور وكفة الميزان لاخر اللي بار اكزمبل يخليك انك تخرج بنتيج سفر سفر تفهم نصحيح ما مباراة ليهبا بيانسور ما تعرفش عليا شنين اللي النجم يكون فيه تنجم انك تسجل تنجم انك ما تسجلش انا من رأي وانا من اللي قاعد نحس فيه انها مجموعة بيانسور تنجم انها تخلق فرصة فرصتين تسجل منها هدف تسجل منها زوس المهم تقدر انها تسجل في مية وفمانين دقيقة بالنسبة لتراجر فتونسي انا هيفا هو اللي نعرف على مجموعة كاردوسو انها تقدر انها تسجل بالنسبة للهداف اللي بيش تنجم تقبلهم لقدر الله معنا يبونت وتنجم تقبلوا في اول المباراة ولا اي حاجة هفيك تكون مربوطة بصالبة دفاعية وتكون مربوطة باللي رول متاع الجهور اللي بيش يقوم بيهم كاردوسو في المباراة متاعهم مباراة لي بيانسور فما عبيت تتكلم وتقول لك حفور الشعلالي حفورك بولو كيف كيف برشا اسامي بني اينا تكون في المباراة متاع الياب وتفاصيل متاح هذيك بقدرة ربي في الفيديوهات الجاية اي دونك ناقور ويحنا ديما نغزروا اللي نحنا واقفين قدام شيرة بالنسبة لي اينا وحسب رأي الشخص اللي هي تسمى شيرة بوزيتيف اللي حتى لو كن ما قدرتش انك تمركي في رادس راك انت ديما تلعب لبرة من رادس تلعب اكفر الريحية تلعب خير عليش على خطرك بتخممش في الخصم انو يماركي لك بونتو يولي لك زوز وتولي لك انت مع عجز للمجموعة بتاعك اذا كنت ماركي بونتو ولا زوز ولا كلاف اخرين غادي بشارقة روحك بيانسور تحت ضغط اكفر وتحت ضغط يخليك من اللي انت تحب تسجيل الهدف متاعك في رادس اللي تحسب بونتو بركة في بلادك يولي تقبل بونتو اللي هو الزوز وقت اللي تمشي غادي بانسور هذي هين الكفة بتاع المبارات وهذه هي كما نقولون نحنا الكفة بتاع الميزان اللي يقف عليها كردوز ويقف عليها المدرب كولر بتاعنا دي الاهلي بانسور نرقى هروحنا نحنا بين الحاش هنا منشيرة من نجموش ان نحكي بدرجة ايجابية كبيرة على التعادل اللي انت قمت به ومنشيرة اخرى متنجمش انك تحكي بدرجة خيبة بيسر اللي انتي ما مركتش في بلادك وما مركتش قدم جمهورك نظران اللي انتي دي ما تقع التوزر يسعد لازمك دي ما تبدأ عارف اللي انتي راك قاعد تلعب قدم فريق قوي قدم فريقي نجم يسجل عليك في كل لحظة حتى لو كان يكون في اخي بحالاته ولا في اقل تمر كو الزغالة تقوم اللي اهل المصري بتسجيل الهدف متاح دونك ترقى روحك اللي انتي بيان سور اللي لازمك تحفر المباراة بتاعك كيف ما يلزم دي فعيا في الملعب متاعك لازمك تخمم في عدم تسجيل المنافس قبل التسجيل متاعك قدر تسجيل متاعك عنده فرصة تسجيل المنافس نوعا ما هو بالنسبة المباراة كما ناكك هيا فهو اخير الفيديو متعسل شكرا لك وشيرك موعدنا ان شاء الله في الفيديو الجي